سيدنا محمد نحن في غفلة ولكن قبل أن نبدأ اثبت وجودك بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسى الاشتراك بالقناة والأعجاب بالفيديو ليصلك منا كل جديد بإذن الله تسليم الخاصة أي أن الرجل لا يلقي السلام إلا على من يعرفه مع أن السنة هي إلقاء السلام على من نعرف ومن لم نعرف عن أبي الجعد قال لقي عبد الله الرجل فقال السلام عليك يا ابن مسعود فقال عبد الله صدق الله ورسوله سمعت رسول الله وهو يقول إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه رقعتين وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف وروا أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن مسعود أن النبي قال إن بين يد الساعة تسليم الخاصة وفي شوى التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم أيضا يا سادة من علامات الساعة المرور بالمسجد دون الصلاة فيه عن ابن مسعود قال صدق الله ورسوله سمعت رسول الله وهو يقول إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه رقعتين وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف أيضا في شوى التجارة انتشار التجارة وعمل أكثر الناس بها عن عمر أن رسول الله قال إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويقصر وتفشو التجارة ويزهر الجهل ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاتب لا يوجد مشاركة المرأة زوجها في التجارة من علامات الساعة فعن عبد الله بن مسعود أن النبي قال إن بين يد الساعة تسليم الخاصة وفي شوى التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وأيضا من علامات الساعة المنتشرة في وقتنا قطع الأرحام فعن عبد الله بن عمر أن النبي قال لا تقوم الساعة حتى يزهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم شهادة الزور فعن عبد الله بن مسعود أن النبي قال إن بين يد الساعة تسليم الخاصة وفي شوى التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور كتمان شهادة الحق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بين يد الساعة تسليم الخاصة وفي شوى التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق تمني الموت روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي ذكر من أمارات الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ظهور الجهل أخبر النبي أنه مع اقتراب الساعة سيظهر الجهل وينتشر فقد قال إن بين يد الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل وفي رواية إن بين يد الساعة لأياما يرفع فيها العلم ويفش فيها الجهل وقال كذلك يأتي على الناس زمان لا يدري فيه ما صلا ما صيام ما صدقة هلاك الوعول وظهور التحوت موت أشرف الناس وعقلائهم ثم يظهر التحوت وهم جهال الناس فعن أبي هريرة أن رسول الله قال والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول ويظهر التحوت قالوا يا رسول الله وما الوعول وما التحوت قال الوعول وجوه الناس وأشرفهم والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة